اشتركوا في القناة قادت الدول العربية الشقيقة في اجتماع القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي تعقد في مملكة البحرين في السادس عشر من شهر مايو الجاري برئاسة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه واعرب جلالته عن تمنياته الخالصة بنجاح القمة المرتقبة والخروج بنتائج ايجابية وقرارات بناء ومثمرات عزز التضامن العربي ووحدة الصف والنهوض بقدرات الامة وامكانياتها السياسية والاقتصادية وحماية امنها القومي وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة ودعم السلم والامن والاستقرار في المنطقة واكد جلالته على ما يمثله انعقاد هذا الاجتماع المبارك في مملكة البحرين من اهمية في هذه المرحلة الدقيقة والهامة والتي تشهد فيها المنطقة احداثا وتطورات متسارعة تستوجب التشاور والتنسيق المتواصل بهدف توحيد المواقف والتغلب على كافة التحديات بما يخدم قضايا امتنا العربية هذا وقد بحث المجلس في جلسته الاستعدادات والترتيبات والتحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية حيث اعرب جلالة الملك المعظم ايده الله عن شكره وتقديره لكل الجهود المخلصة والمتواصلة التي تبذل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وجميع الجهات المعنية وذلك بروح الفريق الواحد فريق البحرين في الاعداد والتنظيم للقمة والعمل على انجاحها وتوفير كافة الامكانيات والتسهيلات لضيوف البلاد الكرام مؤكدا ان ما يقدمه ابناء الوطن بعزيمة دؤوبة للوصول للمستويات الافضل في جميع المجالات هو محل فخر مستمر حيث سطر شباب البحرين قصص نجاحا في مختلف المحافل بما يعكس ما يحملونه من انتماء صادق لهذا الوطن الغالي يدفعهم نحو المزيد من المنجزات واكد جلالة الملك المعظم يده الله ان تطورات الاحداث في قطاع غزة تؤكد الحاجة الملحة الى جهد دبلوماسي مكثف بين كافة الاطراف الاقليمية والدولية من اجل السلام للجميع واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مشيرا الى اهمية خفض التوترات في الشرق الاوسط وتجنب التصعيد العسكري وضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في ايجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة واعرب جلالته رعاه الله عن الاعتساس بما تتميز به مملكة البحرين من تعددية ونهج حضاري وروح واحدة تجمع نسيجها المتنوع والمتماسك مؤكدا ان المملكة ستواصل نهجها الانساني المعزز لقيم التسامح والتقارب بين الشعوب لتظل كما اردناها دوما واحة للسلام والامان والازدهار كما اكد جلالة الملك المعظم ايده الله على اهمية مواصلة الاهتمام بالمشاريع التنموية الكبرى التي تدعم مسارات زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص نوعية امام ابناء الوطن مثمنا جلالته في هذا الصدد الجهود المقدرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادته للعمل الحكومي بما يسهم في مواصلة اثراء مسيرة التنمية الشاملة بالمنجزات التي تطال مختلف ميادين العمل الوطنية وجدد جلالته التأكيد على اهمية التحاون والعمل التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مصلحة الوطن وابنائه في مختلف القطاعات وبما يصب في رفض اهداف المسيرة التنموية الشاملة لافتا الى ان المواطن البحريني هو الركيزة الاساسية لعملية التنمية والبناء موجها جلالته ايده الله بمواصلة مسيرة التطوير والتحديث في مختلف المجالات ومواصلة تبني المبادرات التي تحافظ على البيئة وتعزز الامن الغذائي وتدعم المنتج الوطني بعد ذلك رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة وباغلبية 143 دولة بشأن احقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وتوصيته مجلس الامن بعادة النظر في هذه المسألة بشكل ايجابي مع منحي دولة فلسطين حقوق وامتيازات اضافية تتعلق بمشاركتها بالمنظمة الدولية مثمنا المجلس جهود المجموعة العربية برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في تقديم مشروع هذا القرار واعتماده خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للامم المتحدة ومن جانبه اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته من تقدير للجهود المبذولة من كافة اعضاء فريق البحرين مؤكدا ان هذا التقدير السامي محل الفخر والاعتزاز الدائم ويحمل الجميع عامنة المسئولية لمواصلة الجهود على الوجه الاكمل لتنفيذ التطلعات السامية لجلالة الملك المعظم رعاه الله مشيرا سموه الى حرص الوزارات والاجهزة الحكومية على توفير كافة اسباب النجاح لاعمال الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية مؤكدا ان الحكومة تتشرف دوما بتنفيذ توجيهات جلالته ايده الله بما يعزز من مكانة مملكة البحرين ويعزز منظومة العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر